صفقة الموسم بالنادي الاهلي وهو إيلو باجي إيلو باجي ينضم إلى النادي الاهلي السنغالي الرهيب 22 سنة 22 سنة صفقة ببلاش كده تكلفتها كلها على بعضها لمدة 4 سنوات ونصف في حدود 88.092.000 في هذا الرنج يعني هذه الصفقة المدوية للنادي الاهلي لإيلو باجي الذي وقع رسميا ويصل مساء اليوم من أوروبا إلى القاهرة مع أمير توفيق صفقة معقولة ومنطقية الراجل هياخد 700 ألف دولار في الموسم لما تحسبهم كده في 16 أو في 15.80 هتلاقيها داخلها في 11 مليون وكاسر أي يقترب من حسين الشحات من كهرباء من رمضان الصبح وبالتالي أمور منطقية ومعقولة جدا 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 هذه الصفقة المدوية للنادي الاهلي هي صفقة الموسم للنادي الاهلي لأن الأهلي يحتاج إلى مهاجم قناص ومهاجم موهوب والراجل سبق له اللعب في منتخب الشباب السنغالي وفي مونديال العالم في 2017 وبالتالي هو لاعب موهوب ومهاري ومكسب كبير جدا للنادي الأهلي وهجومه إيلو ديانج الصفقة بتاعته كلها 2 مليون يورو 4 سنوات ونصف 700 ألف دولار في الموسم زيادة 50 ألف دولار سنويا 22 سنة لعب دولي جاي من رابط فينا النمساوي إلى الأهلي حد هيقولي يعني هي النمسا عندها لعيب الكورة أقولك أيوة يا حبيبة عندها لعيب الكورة هو ساد ومانيكان جاي منين مش من سالسبورغ صح واسمه إيه من أمارو دا والله اسمه إيه راح لفربول من أمينو ما تقرب يا عمي أمر تعالى صبح على الناس وقلهم يا عمي أمر تعالى اصبط نفسك اصبط بقى شو أيها بتقولي مينو مين انزل ووري الناس جمالك وحلوتك وحشني يا عمي أمر يلا وجي ساديو مانيه من السنغال من ردول سالسبورغ نمساوي ونابي كيتا برضو من نفس الفريق ومن أمينو برضو راح نفس الفريق من ليفربول من سالسبورغ يعني ثلاث لعيبة جايين من نمسا لليفربول يعني أفضل فريق في العالم حاليا صح صح ماشي طب لما احنا نيجي نجيب بقى إيلو باتجي من رابط فين الدنيا تقوم ليه لا هو النمسا طبعا يا عمي عودي عمي اوه طب تقعد يا عمي اه 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 النمسا بتطلع طبعا لعيبة كويسة جدا اه يعني هلند ده برضو طلع من نمسا راح هدورتموند وكان جاي بتسعة تجوانت يعني دي نقدر نقول على الأندية النمساوية محطة للأندية الكبرى العالمية مش للأهل بس صح بتطلع شباب كويسين جدا صح مينامينو ده مينامينو ده والفرقة دي كانت مع الفاربول في دور الستاشة في المجموعة صح في دور الستاشة يعني انت توققتك ايه الإيلو ديانج مع النادي الاهلي صفقة الموسم للنادي الاهلي طبعا صفقة جواسة جدا يعني هيزبط الدنيا جامد من ناحية راس الحربة أو نص الملعب ايه هو فرود وسترايكر اه تمام هو ما بينزلش بتاعه مش ظل المهاجم هو مهاجم سترايكر سريع يعني انا سمعت حاجات كبيرة ان هو يعني في الراس كويس جدا وسريع ولسه صغير عنده 22 سنة مستقبل كبير جدا صح والأهلي مضمعها هربع سين ونص صح يعني يقعد معنا لغاية 26 سنة تقريب يقعد معنا هو كان ابوك مزك النادي الاهلي يقعد معنا ايه عم اومر فيه ولا انت عشان اهلاوي خلاص طي تفضل مين يمشي من غير ما اقولك مين اللي هي يمشي وليد ازارو جيرالدو وليد ازارو جيرالدو وليد ازارو جيرالدو طيب بص يا عم الحاج وليد ازارو مش عاوز يمشي وعمل مشكلة امبارح كبيرة عشان ملعبش وتم توقيع غرامة مالية ضخمة اليوم عليه انفراد من انكل ابو المعاطزك وامبارح وليد ازارو اهلا بالدنيا عجاز الفني وتصرف تصرفات غير منطقية وغير معقولة ولا تحدث داخل النادي الاهلي وتم توقيع عقوبة مالية ضخمة علي جاي له عرض من السعودية من اقول لكم مين ازن من من دانك ومن دانك و ايه دانك وقاب هزن دانك وقاب دانك او جاي له عرض من دانك والحزم ماشي في السعودية وقال لهم مش عاوز يمشي وعنده عرض من النهاردة وكيله الو جون ادوارد المصري العصيل جون ادوارد قال لهم قال لوليد ازارو مش عاوزين نمشي ونمشي فريق وناخد احنا الفلوس كلها ما الاهلي لازم يشي يرفع اسمك عشان يقيد يقيد ايه 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 اسم هي ايه عمر اسم هي ايه 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 ضمك ماشي لكن هو جاي له عرض من ضمك ومن حازم وجاي له عرض مغربي هو جون ادوارد عمالي كبرها في دماغي وخاصة بعد توقيع العقوبة المالية دي لانه مباري هيطارت بشكل غير لائق وغير مسبوك على النادي الاهل اللي عادة موجوده داخل قائمة التشكيلة الاساسية للنادي الاهل فبالتالي عمل مشكلة كبيرة جدا ماشي يا عم ضمك 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 ربنا ما يجعلكم في ضمك ماشي فجاي له الحازم وضمك هو عمال يعمل مشاكل وكلام بالشكل ده فالنهارة توقيع عقومه مالية جيرالدو جيرالدو عاوز يرجع البرازيل بلده الاصل خلي بالكم مع الجنسية البرازيلية هو انجولي قال لكن مع الجنسية البرازيلية فعرض لتونس مش عاجبه وجاي له عرض من الامارات وجاي له عرض من الامارات هيتم تسجيل إيلو باجي عالسبتة قول حد بالكتير جدا يكون حد فيه مترفع من القيمة لان الراجل عاوز يلعب معاه المباراة القادمة قبل ما يلعب معاه النجم السحيل قال لك لازم يبقى جاهز ويجي يلعب باستمرار بإذن الله عمر يروح السعودية يعمل ايه يا عم عمرك عنده امتحانات يا سيد بابا لسه جاي له من السعودية يلا يا عم عمر حللتي إيلو باجي خلاص وقلت المبررات ان النمسا بتجيب لعبة كويسة الله عليك يا عم عمر احلى عمر في الدنيا بنقول لك اهو بيقول لك السيد فرج من المنصور ربنا يا سيدة فواليد ازارو عامل مشكلة كبيرة جدا عشان ما لعبش ببارات مبارح وتم دقوع عقوبة مالية عليه عنده العروض اللي انا قلتلكم من الحزم ومن ضمك وعنده عرض مغربي وكيله جون ادوارد النهاردة بيكبر الدنيا في دماءه بقول له بصوا الاهل اتورت وجاب فروت احنا انتنينا قاعدين ونمشي ببلاش ونحبش الفلوس كلها اللي اجلنا من اي ناد هو يتناسى ان جيرالدو موجود جيرالدو ارافت تونس لكن عنده عرض امارات زي ما قلتلكم قبل كده من فضرة طولة جد وقلتلكم على العروض السعودية دي من قبل كده من بعد زيارة الكابتل محمود الخطيب للمشار تركي قال الشيخ شفاه الله وعفاه ومتاعه بالصحة والعافية فالنهاردة المفاجأة بقى النهاردة ان انا عرفت ان فيه عقوبة تم توقعها ومن ان اماروه قال أمارو لسه لكن فيه عقوبة تم توقعها بأسلوب غير لعب ايلو باجي صفقة ربحها للناد الأهل 22 سنة حد الشي يقوللي يا نمسا فاشكرها عمر قال لكم عمر قال لكم على سلاسة ليفربول اللي رايح من سالسبورج النمساوي النمساوي الى ليفربول تلت لعيبة سادو ماني اللو سلام محمد نابي كيتا ومين اماروه مينامينو مينامينو الوديل السريع الرهيب ده مينامينو فدول وإيلو باجي جاي من النمس الناس اللي تبقى حط عنها على المواهب راجل لعب كاس أم أفريقية ولعب كاس عالم شباب وبالتالي مكسب كبير للناد الأهلي يجيد ضربات الرأس محدش يقول لي وسط السنة دي ما جابش غير ثلاث تجوان في 16 مباراة لما تجي تقول لي ما جابش غير ثلاث تجوان في 16 مباراة أقول لك يا سيدي إن إيلو باجي يعني لأ لازم نصبر عليه ولازم ييجي ويلعب ويتنساجم ويتوافق مع الأحداث اللي ماشية وبإذن الله يتقلق ويبدع مع الناد الأهلي ويعجب المساندة والدعم واليد أزارو خاد الآيزو في إهدار الفرص الآيزو في إهدار الفرص لعب للناد الأهلي آه وسجل وأسعد جمهير الناد الأهلي وعمل أظن ما يقرب من 50 هدف في 89 مباراة لكن في الآخر النحس بقى بيلازم بقى عامل أبنيه مع النحس متعاقد مع النحس يعني هو متعاقد مع النحس الجزئية دي جزئية في منطقة الخطورة هو عامل 41 هدف في 89 مباراة يعني يعني خلينا نقول أقل من نص هدف 40% من هدف في كل مباراة 41 جول في 89 مباراة أقل من النص مهم لو 80 يبقى نص هدف مش جاي بالنص لكن وليد أظهره ما هوش مهاجم وحش لكن أنا كان ليه موقف معاه ومع علي معلول كنا في أحد الفنادق الخمس نجوم وكان فيه مباراة ظن نهاء أوروبا أو حاجة زي كده بتكلم علقته ما عندوش استعداد إنه يسمح حاجة وإنه شخص مغرور ما عندوش قدرة على التعلم والتوافق وحاجات بالشكل ده بينما علي معلول حد ديسنت ولذيذ وجميل وحاجات بالشكل ده فبالتالي وليد أظهره رحيله من الأهل فإذا التوقيت أفضل ما رحلش جرالدو هيرحل وهيتأيد إله باجي وهيلعب مباراة النجم الساحلي يوم 26 الأحد 26 يناي يعني المباراة حصل فاتحة دي لذي ما هي لعب الجمعة 24 مع مازمبي وبإذن الله يلعب كاسونجو أيضا وجايلكوا على كاسونجو وملعوب أمير مرتضى الخطير اللي هيضمر به الزمال والجزيات الثانية موضوع الله مصدرنا محمد موضوع إله باجي إله باجي هيقيد خلال الساعات القادمة وإن شاء الله إله باجي ما تقلقاش على الهجوم في وجود إله باجي في وجود مروام محسنة لازلتعاد ذاكرة التهديف في وجود محمول كهرباء جونيور أجاييه والقادمون من الخلف تزديدات عمرو السلية تزديدات أفشة حسين الشحات أحمد الشيخ وليد سليمان كل دول يجيبوا لك جواه أنا كان نفسي يجيبوا معاهم بتاع دا مدافع لكن ما أتعرفش الأهل اللي جاب دا 22 سنة خلاص جايما بينزا اللي قلتكوا علي بتاعمل ملعب التونسي راح لسيركل البلجيكي وكان الإسماعيل اللي دخل فيه مفاوضات ومهاجم خطير يعني كان أمير توفيق قال له خليك هنا خليك لحد ما راح أوروبا وارجع لك راح أوروبا لقاءه بتباع وهو هناك وهو عجبه إيلو باتج 22 سنة ودايما في موضوع البيع والشيرة بيبقى عندك خيارات زي ما قلت لكم إن إيلو أمير توفيق الموفق والمحترم ومدير التعاقدات بالنادي الأهلي بيبقى عنده خطة الخطة دي بيبقى A و B و C وقلت لكم الخطة دي اللي تعبنا معاه لانه كل شيء قال لك إيه أليك قال لكي خلاصه وبتقعد نظرنا الي أسباب ما مش عارف إيه هارلم دا ولا بارلم دا أارلم دا قال لك ما تفوضناش معاه اللي هو بتاع روماني قال لك ما تفاوضوش معها بسبب كمارسلنه ما دخلوش معها بتاع السواب بوخارس فعده بقى على جهاز حده كلها كانت حاجات لكن إيلو باجي وقع الاختيار عليه وانا شايف انه بإذن الله بإذن الله إيلو باجي مع إيلو ديانج مع أفشة مع كهرابة مع والحاوي مع رمضان صبحي مع المجموعة دي بإذن الله يستعدوا العرش الإفريقي ويكسبوا النجم الساحلي في مصر وأنا بقول لكم من دلوقتي الأهلي سيهزم النجم الساحلي مش أقل من فرق اتنين ونتراهم من دلوقتي مش أقل من فرق اتنين الأهلي سيكسب النجم الساحلي والزمالك سيفوز على مزنبي أيضا مزنبي خلاص حاجة استذكرت التأهف حاجة استذكرت التأهف خلاص مش يلعب قدامك بالقوة ولا العنف ولا الحماس ولا الحكاية ولا الرواية فهنا لا الأهلي هيكسب إن شاء الله النجم الساحلي